مرحبا بكم في ملف اليوم معي أنا ماجد الفارسي ترامب يعد بتحقيق السلام في أوكرانيا أيًا كان هو نوع هذا السلام لكن أوكرانيا تضع فوق حديث ترامب حديثها وتقول أن السلام يجب أن يكون عادلاً أكثر ما كان يخشاه زلنسكي هو أن ينقطع أمبوب الليكسجين الأمريكي عن كيف وأن لا تصاب عمليات ضخ الأموال والسلاح إلى بلاده في ظل سلام ترامب لكن لاعباً جديداً دخل على الخط بين ترامب وزلنسكي وهو إيلون ماسك ولمدة 25 دقيقة تحدث الرجال الثلاثة عن رؤيتهم لما يحدث بين روسيا وأوكرانيا ماذا دار بالتحديد في هذه المكالمة لا أحد يعرف لكن زلنسكي مرتاح لها فهل حمل ماسك تطمينات لزلنسكي؟ وهل استطاع تقريب وجهات النظر بين الرئيسين؟ وما هو دور ماسك خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً فيما يحدث بين روسيا وأوكرانيا؟ هذه هي مواضيع ملفنا اليوم نبدأ من آخر خبر وهو أن رجل الأعمال إيلون ماسك شارك في محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فالدمير زلنسكي وفقاً لموقع إكسيوس فقد أشار ماسك خلال المحادثة إلى أنه سيواصل منح أوكرانيا إمكانية الوصول إلى نظام اتصالات ستارلينك ونفت الموقع إلى أن مشاركة ماسك في المحادثة الهاتفية تشير إلى مدى أهمية الدور الذي سيلعبه في مصير حرب أوكرانيا بشكل خاص وفي إدارة ترامب المستقبلية وبحسب مصادر مطلعة على المكالمة فنزل نسكي شعر بشكل عام أن المحادثة مع ترامب وماسك كانت جيدة لأوكرانيا فما هي رؤية إيلون ماسك للحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي نقلت وكالة بلومبرغ عن ماسك قوله بعدم وجود احتمالية للخسارة للرئيس الروسي بلاديمير بوتين لهذه الحرب وصف من يتوقعون هذا بأنهم يعيشون في عالم خيالي ماس قال أيضا أنه يأمل في أن يتم منع تنفيذ مشروع قانون خاص بتقديم مزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا لأن هذا المشروع من شأنه فقط إطالة أمد الحرب ورغم القلق الشديد الذي يبدأه زينيسكي في وقت سابق بشأن رؤية ترامب لإيقاف حرب أوكرانيا إلى أن الرئيس الأوكراني عاد ليؤكد أن مخاوفه لا تعد بمثابة اتهام لرئيس ترامب اليوم أعتقد أن الرئيس ترامب يريد حقا حلا سريعا إن رغبته في ذلك لا تعني أنه سيكون على هذا النحو أقول هذا دون اتهام أقول فقط أننا حيث نحن نحن في حرب مع الروس هذا هو العدو الأصعب في هذا القرن روسيا تريد تمزيق أوكرانيا للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كيب مراسلنا عامر العروقي عامر خوف شديد يعتري الجانب الأوكراني من وصول رئيس المنتخب ترامب هو يريد إنهاء هذه الحرب المستعرة وأيضا يريد إيجاد نوع من السلام اتجاهاته مختلفة عن الأوروبيين رغم أن بعض الأوروبيين يطالبون بذلك أيضا ما موقف زينيسكي ما طبيعة الحوار الذي دار بين زينيسكي وترامب وإيلون ماسك أيضا نعم ماجد لحد ما ما كانت تخشاه أوكرانيا قد وقع بالفعل وهو وصول الرئيس دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة والذي قال بأنه يريد نهاية سريعة لهذه الحرب لكن لم يشر إلى فوز أوكرانيا في هذه الحرب ولا حتى إلى هزيمة روسيا وهو ما تخشاه أوكرانيا بالفعل لكن بالنسبة للحديث الذي ضار بين الرجال الثلاثة ترامب وإيلون ماسك وزينيسكي والذي استمر إلى مدة 25 دقيقة لا أحد يعرف ما مضمون هذه المكالمات المكالمة سوى تعليق الرئيس زيلينسكي بأن المكالمة كانت جيدة ربما يكون هناك مشاورات تحدثت مشاورات بين الثلاثة رجال حول كيفية الخروج من الحرب الأوكرانية الروسية المستمرة منذ ثلاثة أعوام وهناك بعض التسريبات الصحفية التي تحدثت بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يطرح فرض أو فرض تجميد الصراع في أوكرانيا ونشر قوات دولية على خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1200 كيلو متر يمتد من مناطق لوهانسك ودنيتسك إلى مناطق الجنوب مثل زابريجيا وأيضا منطقة خرسون وأن تحتفظ روسيا بالمناطق التي سيطرت عليها وهو ما تخشاه أوكرانيا بالفعل خاصة وأن الرئيس زيلينسكي حينما فاز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية قبل أيام قال أنه يقدر التزام ترامب بتحقيق السلام العادل من خلال القوة أي أن أوكرانيا تأمل من الولايات المتحدة ومن الإدارة المقبلة بأن تستمر بدعمها لأوكرانيا على غرار الإدارة المنتهية ولايتها وأن تستمر بدعم أوكرانيا بإمدادها بالسلاح والمساعدات المالية خاصة وأن أوكرانيا تعتمد بشكل أساسي منذ بداية هذه الحرب على المساعدات الأمريكية أشكرك عامر العروقي من كييف شكرا جزيلا لك معنا من كييف مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية سيد إيفان أوس من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الدكتور أدموند غريب أهلا بضيوفي أبدأ معك سيد إيفان سيد إيفان اليوم اتصال ربما يكون هو أول اتصال بعد وصول رئيس المنتخب إلى فوزه بالانتخابات الأمريكية اتصل الرجل ومعه إيلون ماسك رجل الأعمال الذي يدخل في الخط التكنولوجي حتى في دعم الجانب الأوكراني خلال السنوات الماضية باعتقادك إلى أي مدى هذا عزز مخاوف الرئيس زلنسكي في هذه المحادثة أم أنه أعطاه تطمينات يعني ما طبيعة التوجهات القادمة وكيف سنرى دونالد ترامب يحل أو ينهي هذه الحرب الروسية الأوكرانية السلام عليكم من كييف كما تعلمون كان من المهم جيدا أنه بعد فوزه بالانتخابات أن يتصل الرئيس ترامب بالرئيس زلنسكي وبناء على المعلومات المتوافرة عبر وسائل الأعلام أيضا ننضم إلى هذا الاتصال إيلون ماسك وأعتقد أن هذا يشكل علامة مهمة للغاية ويتناول الدعم الذي سوف تطلقه أوكرانيا من الولايات المتحدة وذلك سوف يستمر بعد أن يتم تنصيب الرئيس ترامب في شهر يناير وأعتقد أن انضمام إيلون ماسك لسيما وأنه أدى دورا بارزا في حملة ترامب أعتقد أن ذلك يبين اهتمامه بموضوع أوكرانيا وكما وعد إيلون ماسك بإداءة عمل جيد هذا حديث دبلوماسي أنا أذهب معك إلى حديث واقعي أكثر إيلون ماس قال في شهر فبراير الماضي أن من يريد أن يرى رئيس بوتين يخسر هذه الحرب هو واهم وهذه أحلام وأيضا هو يملك منصة X ويملك التكنولوجيا التي تمد الآن الأوكرانيين بالاتصالات هنا لابد من التوقف البعض يقول التوجه واضح وهو إرغام زلنسكي على إيقاف هذه الحرب التوقف عن مطالباته يعني إيقاف تعامله مع الجانب الأوروبي الذي يريد خسارة استراتيجية لروسيا هل إذا تم طلب كل هذا سيخضع زلنسكي أمام هذه الضغوط كما تعلم ماجد هناك ثلاث أكاذيب كبيرة نراها أولها قبل الانتخابات قبل انتخابات ترامب قال إيلون ماسك إلى جانب داعمه أنه بعد الفوز لا أعتقد أن ما قالوها قبل الانتخابات سوف يكون ما تقول عليه الأمور بعد الانتخابات ولكن بحسب فهمنا أن المسألة هي مسألة عدالة بالنسبة لزلنسكي ولي لماذا سيدي فان ما قالوه ولي ماسك فإن وقف الحرب لا يشكل إتماما للعدالة لا يمكن لزلنسكي أن يقبل بوقف الحرب بناء على الوضع الراهن والاقتراح الموجود اليوم طيب ساذيبان لماذا لا تعتقد أنهم قالوا الصراحة أو الحقيقة لماذا لن يطبقوا ما قالوه يعني هم قالوا سنوقف هذه الحرب أنها تستنزف الولايات المتحدة أنها يعني غير صحيحة ويجب إنهاءها لماذا تعتقد سيغير رئيس ترامب حديثه أو خطابه أو مقاربته كما تعلم ماجد 90% من نفقات الولايات المتحدة في القطاع السياسي تذهب لصناعة الأسلحة في الولايات المتحدة ومن يقول أن الولايات المتحدة يمغي أن توقف تتوقف عن دعم أوكرانيا يعني أن الولايات المتحدة سوف تتوقف عن تمويل منتجاتها أو شركات إنتاجها لا أعرف ما إذا كان اللوبي الأمريكي الجمهوري لسيما اللوبي القريب من الجمهوريين يوافق على هذا الموضوع وبالتالي لا أرى أن هذه البيانات المرتبطة بتوقف الحرب بشكل سريع سوف تتحقق نعم قد تتحقق بطبيعة الحال إن أعطت الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة أكثر تقدماً ربما وتمكنها من استخدامها من دون قيود ومن دون شروط ولكن للأسف تريد أوكرانيا استعادة أراضيها وبالتالي يصعب تحقيق السلام في هذا الإطار وإلى جانب ذلك نحن ينبغي أن تستجيب روسيا لهذه المطالب وأيضاً روسيا تتفادى هذا الموضوع ولذلك لا أعلم مما إذا كان هناك حل من أجل إنهاء الحرب أيضاً لا تزال أوكرانيا تسيطر على بعض الأراضي الروسية ولذلك لا أرى أن روسيا مستعدة لإقتراح وقف الحرب في الوقت الحالي سيد إيفان تتحدث عن مسألة أن هناك جانبين لمبيعات الأسلحة والعدالة كثير من القضايا العادلة في هذا العالم لم يتم الالتزام فيها وهي متروكة إلى الآن أنا أذهب إلى دكتور أدمند غريب دكتور أدمند الجميع رأى حديث ترام يقول سأوني هذه الحرب هو اليوم يتصل بزلنسكي صحبة إيلون ماسك إيلون ماسك قد يكون مسؤول حكومي وقد يكون أيضاً رجل أعمال وقد يكون رجل التكنولوجيا الذي يمد الجانب الأوكراني ما الذي سيفعله ترامب وكيف تعتقد ستكون مقاربته بالنسبة لأوكرانيا أعتقد أولاً أن ماسك يلعب دور مهم فعلاً ولعب كدوراً مهماً في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب قدم له مساعدات أو تبرعات مالية وأيضاً كان يعتبر من الأشخاص الذين على الأقل كان الرئيس ترامب يستمع إليهم بالنسبة لعدد من القضايا التي تهم الطرفين وهو أيضاً من الأشخاص الذين يعتقد بأن ترامب يرى فيهم بأنهم شخصيات مستقلة إلى حد كبير وأنه يقدم له نصائح حقيقية وهناك طبعاً شخص آخر مثل تاكر كارلسون هناك مجموعة صغيرة الآن من الأشخاص الذين يعتمد عليهم ويصري إليهم ترامب طبعاً ترامب لديه آراءه ولديه مواقفه وهو قد تبنى موقف قد ليس جديداً وهو أنه يعتقد بأن الحرب الأوكرانية كان فيها الكثير من الأخطاء وأنها أدت إلى خسائر كبيرة للأوكرانيين وللروس أيضاً وأنها لم تستفد حتى الولايات المتحدة في أواخر شهر أيلول الماضي عندما كان يقوم بحملته الانتخابية أوضح ترامب وبوضوح تام خلال هذه الحملة أنه يعتقد أن السياسة الخارجية الأمريكية تحت بإدارة الرئيس بايدن بحاجة إلى تغييرات جوهرية وقال جمع حاشد في أضن في ولاية ويسكنسون في ذلك الوقت لقد عملنا وهو يتحدث عندما يقول نحن عملنا يتحدث عن نفسه كشخص أيضاً كمرشح ولكنه يتحدث أيضاً عن الولايات المتحدة قال عملنا بشكل سيء للغاية وخاصة من قبل الحلفاء يعاملنا حلفاؤنا في الواقع بشكل أسوأ مما يسمون بأعدائنا لكن دكتور أدمند أنا أتوقف معك أنا أتوقف معك مع فكرة إيلون ماس قال حقيقة قال من يأمل بخسارة الرئيس الروسي وروسيا هو واهم لكنه قال أيضاً يجب على أوكرانيا تقديم تنازلات أي الرؤية ربما تذهب إلى أن ما تسيطر عليه روسيا من أراضي معظمها طبعاً يتحدثون اللغة الروسية يجب على أوكرانيا نسيانها ومن ثم الذهاب إلى سلام بدون هذه الأراضي وبالطبع القرم لن يتم الحديث عنها يعني هل تعتقد هذه الرؤية لترامب؟ يعني هل ممكن أن نرى تطبيق لهذا عبر الضغط على زلنسكي؟ والعمود الفقري لكل الدعم هو الولايات المتحدة بدون شك أعتقد أن الرئيس الأمريكي وعدد ليس من مساعديه السابقين أيضاً مثلاً هناك مستشار وزير الدفاع السابق وهو عسكري معروف دوغلاس مكريغور الذي يقول بأن أوكرانيا لا يمكن أن تستفوز في هذه الحرب لقد خسرت الحرب ختل أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين وخاصة جنود النخبة تحدث عن رقم فعلاً مثير طبعاً لا نسمعه من معظم المحلل الأمريكيين والخبراء قال أنه على الأقل هناك حوالي 450 ألف قتيل أوكراني من الجنود الأوكرانيين صحيح قال أن روسيا قد خسرت كثيراً أيضاً وهذا هو يقول بأن هناك واقع أو لا يمكن أن نفوز يقول شيء مماثل لما قاله موسك أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو لا يمكن لأوكرانيا أن تفوز في هذه الحرب مع روسيا وأن هناك واقع جديد بالنسبة للأرض هذا يعني بأن هناك أراضي ربما الولايات الأربعة في شرق أوكرانيا وفي جنوبها وهي في التي يسكنها غالبية من الروس هذه لن تعود يعتقد أنها لن تعود إلى أوكرانيا يعتقد أنها لك فرمدة قم تفضلت وذكرت لن تعود طيب دعني أذهب إلى هذا الشرح أيضاً في نفس هذه الزوايا أنظار العالم مصلطة الآن على رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيؤثر وجوده على كرسي رئاسه بالضرورة في الكثير من الملفات الدولية والقضايا الإقليمية بدءا من ملف الحرب في أوكرانيا يبدو أن كفة ترامب تميل إلى أنه لن يسمح بمواصلة بلاده تقديم المساعدات العسكرية لحليفتها الأوكرانية فخلال حملته الانتخابية ألمح كل من ترامب ونائبه جاي دي فانس إلى إمكانية كبيرة بعدم استمرار التزام واشنطن بدعم كييب في حربها ضد روسيا من نسبة للجانب الروسي وفقا لتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن القوم الروسي ديمتري مدفيدف فأن فوز ترامب رمما هو نبأ سيء لأوكرانيا بما أن ترامب رجل أعمال حتى النخاء مضيفا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيأخفض ترامب تمويل الولايات المتحدة للحرب من جانبها شاد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بشجاعة ترامب وأكد أنه مستعد للتواصل معه بشأن إمكانية انهاء الأزمة في أوكرانيا وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتري مدفيد قال أنه فوز ترامب سيفتح الباب أمام ما وصفه بفرص جديدة لعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا علاوة على ذلك تعول روسيا على تصريحات سابقة أدل بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على أوكرانيا لإبرام هدنة غير مستقرة مع روسيا من جهته كان الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي قد غرد على منصة X بأنه يقدر التزام الرئيس الأمريكي الجديد بنهج تحقيق السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية وأضاف أن ذلك هو المبدأ الذي يمكن أن يجعل أوكرانيا أقرب إلى السلام العادل ويرى محللون سياسيون أن الكفة قد ترجح لصالح روسيا هذه المرة خاصة أن ترامب يريد إنهاء الصراعات وعدم إهدار أموال بلاده فيها واستغلال علاقاته دبلوماسية لتنمية الاقتصاد الأمريكي والقضاء على التضخم أعود إلى ضيوفي سيدي فان أبدأ معك أولا لابد من السؤال عن دور إيلون ماسك عملاق التكنولوجيا وأغنى شخص في العالم في مسألة سياسية كبيرة مثل هذا مع وجود توجهاته الحالية وأيضا إلى أي مدى هو يستطيع إيجاد حلقة وصل بين الجانب الأمريكي والروسي والأوكراني بطبيعة الحال يؤدي إيلون ماسك أدى إيلون ماسك دورا أساسيا في بداية هذه الحرب وذلك في شهر فبراير مارس أبريل أو أوائل العام 2022 لقد اعتمدت اتصالات الجيش الأوكراني على تكنولوجيا إلى ماسك وكانوا ممتنون له على هذه المساعدة ولكن بعد ذلك كان هناك بيانات من قبل ماسك حيث قال أنه لا يرغب في التصعيد وذلك جاء انعكاسا ربما لتصريحات إدارة بايدن وهذا موقف حذر بطبيعة الحال ولكن اليوم والآن وعد ماسك زيلنسكي مع ترمب بأنه سوف يستمر بالعمل مع أوكرانيا وسوف يستمر في دعم أوكرانيا وربما ينبغي على أوكرانيا أن تشرح لإيلون ماسك ربما الدعم الأوكراني ربما ليس فقط بالسلاح لكن بالأموال والتكنولوجيا هنا أنا أسألك أليس من الأفضل لأوكرانيا الاستعداد لمرحلة إيقاف الحرب لأن رئيس ترامب ذاهب إليها كيف ممكن للقيادة الأوكرانية الاستعداد لهذا الأمر في دقيقة سوف نرى ما ستأتي به إدارة الرئيس ترامب فينبغي أن حقيق النصر ليس فقط على سعيد أوكرانيا لأن انتصار أوكرانيا سوف ينعكس على انتصار الولايات المتحدة أيضا شكرا طيب انتصار تقول الولايات المتحدة دكتور أدمند هل تعتبر الولايات المتحدة نفسها في معركة حقيقية أم أن تغير الإدارات لا يعني بضرورة مسألة هدف الخسارة الاستراتيجية لروسيا أيضا سيد إيفان سأل عن موضوع مبيعات الأسلحة يقول الشركات الأمريكية هي مستفيدة من بيع هذا السلاح وأرساله للجانب الأوكراني كيف ممكن لترامب أن يوقفه وهو رجل الاقتصاد يعني هل لديك دراسة في هذا أولا شركات السلاح هي فعلا المستفيدة من هذه الحرب فشركات السلاح الأمريكية تعمل وعندما ترسل هذه الأسلحة التي يدفع جزء كبير من ثمنها المواطن الأمريكي العادي فأن هذه أيضا كانت أحد النقاط التي رأيناها في الانتخابات الأخيرة عدد كبير من الأمريكيين قالوا أنه عندما حدثت الحرائق في أوهايو وفجر قطار الكيمويات في بلدة فلسطين الشرقية وعندما حدثت الأعاصير في الولايات الجنوبية قدمت للحكومة الأمريكية مبالغ زهيدة للذين تضرروا أضرار كبيرة في الوقت الذي ترسل فيها أسلحة ومساعدات مالية لإسرائيل أو لأوكرانيا أو لدول أخرى وبالتالي دكتور دمونت نعم وبالتالي هل مزيد من استمرار الحرب أم توقفها لا أحد يعرف ما الذي سيقوم به الرئيس ترامب طبعا لا أحد يعلم بالضبط وهذه نقطة مهمة ولكن ما نراه حتى الآن هو أن الرئيس الأمريكي يقول بأنه هو يريد انهاء الحرب هو يستطيع التفاهم مع الرئيس الروسي وفي نفس الوقت أيضا الذي نرى ذلك نرى تسريبات اليوم مثلا لصحيفة الول ستريت جورنل تقول بأن الإدارة الأمريكية وعدت بأنها ستستمر في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وفي نفس الوقت أيضا تقول بأنها مستعدة لتأجيل انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي إذا كانت هذه المعلومات صحيحة واستبعد أنها قد تكون صحيحة ولكن إذا كانت صحيحة فأن ذلك يعني بأن الحرب لن تنتهي لأن الروس لديهم شرطين أولا أن أوكرانيا يجب أن تبقى دولة محايدة لأن لا تستخدم كأداة ضد روسيا والمسألة الثانية عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي وبالتالي إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فأن هذا يعني أننا لن نرى تغيير ولكن أعتقد بأننا سنرى تغيير في سياسات الرئيس إلى أي مدى سيكون هذا التغيير الكثير سيعتمد على طبيعة العلاقة وبين الرئيس الروسي والرئيس ترامب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الدكتور أدمن غريب من كيب مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية السيد إيفان أوس شكرا جزيلا لكم نهاية ملف اليوم جولة إخبارية على رأس الساعة القادمة فما الله اشتركوا في القناة